بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس عشر من الدرس الثاني بعنوان Application سوف ناخذ تمرين تطبيقي لمسألة التماسات التماس خارجي، التماس داخلي، والتماس خارجي داخلي وهنا أخذنا المثال ده هو عبارة على إيه؟ عبارة على مجموعة من الدوائر هنا عندنا دايرة، دايرة، ودايرة كمان نجد هنا نصف دايرة، نصف دايرة، نصف دايرة نجد هنا جزء من دايرة، جزء من دايرة وكمان نجد الحاجة المهمة عندنا هنا اللي هي التماسات ده بيعتبر ايه؟ ده بيعتبر التماس داخلي داخلي لدايرة ودايرة يعني هنا عندنا دايرتين كمان عندنا هنا تماث خارجي هذا يعتبر تماث خارجي لدايرتين للدايرة دي زي ما قلنا عشان نبدأ نرسم الرسمة بتاعنا نعيد نرسمها محتاجين نحدد نقطة البداية وخلينا نقول نقطة البداية هي النقطة دي هي المركز بتاع الدايرة دي عشان نحدد نقطة البداية محتاجين نحسب الطول بتاع الرسمة يعني من النقطة هذي للنقطة هذي الطول ده هو يساوي بكل بساطة خمسة وعشرين اللي هي ايه اللي هي الار بتاع الدايرة دي يعني المسافة من هنا الهنة خمسة وعشرين زايد ايه زايد ستين اللي هي المسافة من المحور ده العمودي للمحور ده فين الستين دي مكتوبة هنا ستين زايد ايه زايد سبعين يعني هي المسافة من المحور ده للمحور ده زايد ايه زايد الخمستاشر اللي هي بتمثل الار بتاع الدايرة اللي بره دي يعني في النهاية طول او عرض الرسمة بتاعنا هو عبارة على خمسة وعشرين زايد ستين زايد سبعين زايد خمستاشر وده بيعطينا كم بيعطينا مية وسبعين يعني طول الرسمة بتاعنا مية وسبعين هنشيل المية وسبعين نشيل منها كم او هنشيلها من كم هنشيلها من ميتين ايه هي الميتين الميتين هو طول نصف اللوحة بتاعنا ميتين ناقص مية وسبعين هتعطينا ثلاثين يعني المكان الفاضي من اليمين الرسمة وشمال الرسمة مع بعض يساوي كم يساوي ثلاثين يعني نصف المسافة هي خمستاشر يعني المكان الفاضي ده هو خمستاشر عشاننا تحصل على مكان المركز ده هنضيفل الخمستاشر هنضيفلها كم الخمستاشر دي هنضيفلها 25 وحنضيفلها ايه هنضيفلها 60 هتعطينا كم هتعطينا مية يعني في النهاية وجدنا ايه وجدنا المسافة من يمين اللوحة يعني من الخط ده إلى الخط ده عندنا مسافة تساوي 100 باجي ايه باجي الارتفاع من تحت اللوحة باجي المسافة دي لازم نبحث عليها ازاي حنجيبها محتاجين نعرف ارتفاع الرسم بتاعنا يعني من اعلى نقطة الى ادنى نقطة محتاجين نعرف المسافة المسافة هذي هي عبارة على ايه عبارة على 100 او عبارة على 25 زايد 60 زايد 30 ايه هي الـ 25 الـ 25 هي الار بتاع الدايرة دي يعني المسافة هذي هي 25 هنضيف لها ايه هنضيف لها 60 الـ 60 دي هي المسافة بين المحور ده والمحور ده والمسافة دي هي معطة هذي الـ 60 بتاعنا هنضيف كمان للـ 60 هنضيف لها 30 الـ 30 دي بتمثل ايه بتمثل الـ R بتاع الدايرة دي هذي المسافة هذي المسافة هي الـ R اللي هي ايه اللي هي 30 يعني في النهاية هنتحصل على ايه كارتفاع هنتحصل على 30 زايد 60 زايد 25 يعني المسافة كلها دي من هنا الهنا هي 115 ارتفاع اللوحة بتاعنا هو 247 ما ننسى الرجم ده هنشيل المية وخمستاشر هنشيلها من 247 هنتحصل على 132 يعني المكان الفاضي اللي يفوق والمكان اللي يفاضي اللي تحت مع بعض بيعطونا كم 132 يعني المسافة دي بس الوحدها هي عبارة على 132 على 2 هي 66 كويس ما ننسى السؤال بتاعنا هو كم المسافة من تحت اللوحة الى المركز بتاعنا قلنا فيه تحصلنا على مسافة 66 هنضيف لها كم هنضيف لها 30 اللي هي الار بتاع الدايرة دي هتعطينا كم 66 زايد زايد 30 هتعطينا 96 يعني المسافة دي كلها هي 96 90 كده تحصلنا على مكان نقطة البداية ممكن الآن نبدأ نرسم الرسمة بتاعنا عرفنا المكان بتاع نقطة البداية هروح نرسم الأول هنطلع من تحت 96 ونرسم المحور الأول بتاعنا هذا المحور بتاعنا الأول موجود على ارتفاع 96 بعدها هنيجي من هنيجي من اليمين هنا مسافة كم؟ مسافة 100 ونرسم ونرسم السنتر لاين العمودي وكده تحصلنا على نقطة البداية هذي نقطة البداية اللي هي بتمثل المركز بتاع الدايرة دي قلنا في الرسمة عندنا مجموعة من الدوائر وخلي يكون عندنا مراحل في الرسم أول حاجة بنحاول نحدد المحاور بتاع الدوائر بتاعنا زي المحور ده المحور ده المحور ده 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 محور ده حددناه خلاص ده محور لازم نحدده ده محور لازم نحدده يعني ثاني خطوة بعد ما حددنا نقطة البداية نحاول ايه؟ نحاول نرسم المحاور إن وجدت في الرسمة مثال هنا هنأخذ مسافة طولها 70 هذه المسافة 70 عشان نرسم المحور ده يعني المسافة دي 70 ونرسم المحور ده العمود بعدها هنأخذ مسافة من المحور ده للمحور ده اللي هي مسافة كم؟ هي 20 يعني هنبتعد مسافة 20 ونرسم المحور بتاعنا ده دي مسافة 20 بعدها هنأخذ مسافة من المحور ده للمحور ده اللي هي مسافة 60 يعني هنروح كده مسافة كم؟ 60 ونرسم المحور ده العمود بعدما رسمنا المحور ده العمود هنرتفع من تحت عشان نرسم المحور ده هنرتفع 15 هنرتفع 15 ونرسم ايه؟ المحور الأفقي بتاعنا يعني المسافة هادي 15 كويس؟ باجي ايه؟ باجي عندين المحور اللي فوق ده موجود على اي مسافة من المحور ده؟ موجود على مسافة 60 يعني هنرتفع من هنا مسافة كم؟ مسافة 60 عشان نرسم المحور بتاعنا ده بعدها هنيجي مسافة من هنا اللي هنا مسافة كم؟ مسافة 20 هذي العشرين بتاعنا بين المحور ده والمحور ده عشان نرسم المحور العمود بعدها بعد ما حددنا اماكن المحور بتاعنا ودي خطوة مهمة جدا هتسهل عملية الرسمة هنرسم الدواية لأسهل حاجة نرسمها هي الدواية هنا عندي دايرة الار بتاعها 30 هروح اركز هنا وافتح 30 وارسم الدايرة بتاعي بعدها عندي دايرة ثانية هنا هروح للمركز ده وافتح كم؟ هنا عندي الفاي 25 يعني الديمتر بتاعي كله القطر كله 25 يعني هفتح اركز هنا وافتح 12.5 25 على 2 هي 12.5 بتمثل ايه؟ بتمثل الار بتاعي في دايرة ثانية محتاجين نرسمها اللي هي فوق الفاي بتاعها 25 يعني هنفتح الفرجار 12.5 نركز هنا ونفتح 12.5 ونرسم الدايرة هي كمان هنا نصف دايرة نصف دايرة الار بتاعها 15 يعني هروح للمركز ده وافتح 15 وارسم نصف دايرة كمان عندنا نصف دايرة هنا في الداخل كم من نصف القطر هنا هو نصف الخمستاشر يعني القطر كله هنا هو 15 نصف الخمستاشر اللي هي كم؟ 7.5 يعني هنيجي هنا ونفتح الفرجار 7.5 ونرسم ايه؟ نصف دايرة باجي ايه عندنا؟ باجي عندنا نصف دايرة من ناحية التانية بنفس القطر اللي هو 15 او نصف القطر اللي هو 7.5 اركز هنا وافتح 7.5 بالفرجار وارسم نصف الدايرة بتاعها كويس؟ فيش حاجة تانية سهلة نرسمها؟ اه هنا فيه عندنا خط بيربط بين نصف الدايرة دي ونصف الدايرة دي يعني هنوصل بس النجات ببعض ده الخط اللي رسمناه فيه خط تاني تحت زيه سهل نرسمه بعدها فيه اجزاء من الدوايا ده يعتبر جزء من دايرة كم الار بتاعه والار بتاعه 25 يعني هروح اركز هنا وافتح 25 وارسم جزء من دايرة نفس الشيء من ناحية التانية عندي جزء من دايرة هنا الار بتاعه كم 25 ده جزء الدايرة بتاعه هركز هنا افتح 25 وارسم الجزء بتاع الدايرة بتاعه كويس؟ بعدها عندنا ايه؟ عندنا كمان جزء الدايرة ده كم الار بتاعه الار 30 يعني هركز هنا وافتح كم؟ هافتح 30 وارسم جزء الدايرة ده فيه شيء ثاني سهل نرسمه اه فيه الخط ده ده خط افقي موجود على مسافة 15 من المحور ده وفيه خط تحت كمان ممكن نرسمه ده الخط اللي تحت ده الخط اللي بيمثل الخط ده بعد ما خلصنا نصف الدوار الدوار والخطوط الافقية دي هنيجي هنا ونحاول نرسم ايه المماس ده ده يعتبر مماس لديرة وده يعتبر مماس خارجي ومماس لخط يعني في نفس الوقت هنا مماس للديرة ومماس للخط الجوس ده او التماس ده كم الار بتاعه 25 يعني هنبتعد هنا مسافة 25 ونرسم ايه خط خفيف افقي على مسافة كم على مسافة 25 بعدها هنروح لمركز الدايرة بتاعنا هنا هذا مركز الدايرة ونفتح الفرجار هنا كم نفتح الفرجار هنفتحه مقدار الار بتاع الدايرة هذي اللي هو كم اللي هو 30 زايد الار بتاع الجوس اللي هي 25 بتعطينا 55 يعني المسافة دي كلها من هنا لهنا 55 ونرسم الجوس بتاعه ده الجوس بتاعه تحصلنا على ايه الان تحصلنا على المركز نقطة التقاطع دي هي المركز بتاع التماس بتاعنا ده يعني بكل بساطة اجي للنقطة دي وافتح الفرجار 25 ايه هي الـ 25 هي الار بتاع المماس بتاعي وارسم الجوس او التماس بتاعي كده وكده خلصنا التماس الاول خلينا نطلع فوق للتماس الثاني ده التماس الثاني الار بتاعه 10 يعني هنرتفع هنا مسافة 10 ونرسم ايه خط خفيف اوفقي بعدها هنيجي لمركز الدايرة هنا ونفتح الفرجار مسافة كم مسافة 30 هذه الار بتاع الدايرة دي زايد 10 اللي هي ايه اللي هي الار بتاع الجوس 10 زايد 30 تعطينا 40 يعني هركز هنا وافتح كم افتح 40 وارسم الجوس بتاعي ده هتحصل على ايه هتحصل على نقطة التقاطة دي اللي هي بتمثل المركز بتاع الجوس ده يعني اجيب الفرجار واركز هنا وافتح كم افتح 10 هي الار بتاع الجوس وارسم التماس المطلوب بتاعي كده خلصنا تماثين واحد اتنين باجي حاجات كثيرة محتاجين نرسمها هنيجي هنا ونفتح الفرجار هنيجي هنا ونفتح الفرجار مقدار كم عشان نرسم ايه عشان نرسم التماس ده اللي يسمى تماث داخلي بالنسبة للتماث داخلي هنا عندنا الار 60 وقلنا بالنسبة للتماث الداخلي عشان نحدد المركز بتاعه ناخد الار دي ونحذف منها كم نحذف منها الار بتاع الدايرة دي هذي الدايرة بتاع الار بتاعها كم 25 25 نشيلها من 60 بتعطينا 35 يعني هركز هنا وافتح كم افتح 35 وارسم الجوز ده نفس الشي هنعمله فين هنعمله في المركز ده اللي فوق الدايرة دي الار بتاعها 25 الار بتاع التماس 60 نشيلها من 25 يتبقى 35 اركز هنا وافتح كم افتح 35 وارسم الجوز بتاعي ده وكده تحصلنا على ايه على مركز التماس ده يعني هروح اركز هنا وافتح الفرجار كم افتح الفرجار 60 وارسم ايه وارسم الجوز بتاعي ده الجوز بتاعي اللي هو يمثل التماس داخل هنمر الان للتماس ده هذا التماس بتاعي اللي هو كمان هنا تمس لدايرتين التماس ده هو تمس للدايرة دي وتماس للدايرة دي وهنا يعتبر تمس ايه تمس خارج يعني هنا عشان نحدد المركز بتاع التماس ده محتاجين نحسب او نجمع الار بتاع الدايرة دي اللي هو كم اللي هو 30 زايد الار بتاع التماس اللي هي 25 25 زايد 30 55 يعني هاجي هنا وافتح الفرجار 55 وارسم الجوز بتاعي ده نفس الشيء هروح للمركز ده وافتح الفرجار مقدار ايه مقدار الار بتاعي دي اللي هي 25 زايد 25 اللي هي الار بتاع التماس دي بتعطينا 50 يعني اجي هنا وافتح الفرجار 50 وارسم الجوز بتاعي ده هذي الجوز بتاعي واتحصل كده على ايه على نقطة التقاطع اللي هي بتمثل ايه هذي نقطة التقاطع بتمثل المركز بتاع التماس ده اللي هو قلنا تماث خارجي اركز هنا الان وافتح الفرجار كم افتح الفرجار كم هافتح 25 اللي هي الار بتاع التماس ده وارسم الجوز بتاعي هذي الجوز باقي كمان اشياء ثانية محتاجين نرسمها اللي هو ايه اللي هو الخط ده الخط ده يعتبر ايه يعتبر تماثل الدايرة دي وتماس للدايرة دي نجيب المثلث بتاعنا ده ونحدد نقطة التماس هنا ونقطة التماس هنا ونرسم ايه الخط بتاعنا هذا الخط بتاعنا بيمثل تماثل الدايرة دي وادايرة دي وكده خلصنا الرسمة بتاعنا وفيه شبح كبير او ممكن نقول هي نفس الرسمة المطلوب نرسمها اللي هي ترجمة نانسي قنقر